هذا في علاج الأمراض العادية ولكن هل للسحر دواء يتقى به أو يبطل عند حصوله الوصفات والتجارب كثيرة في الكتب ولكن أكتفي بما ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد حيث قال إن علاج السحر نوعان واردان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما وهو أبلغهما استخراجه وتبطله كما أرشده الله إليه بوساطة جبريل في بئر ذروان في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة فلما استخرجه ذهب ما به كأنما نشط من عقال فاستخراج ما عمل به السحر هو أقوى علاج والنوع الثاني علاج العضو أو المكان الذي تأثر بالسحر وهو نافع جدا وتحدث ابن القيم عن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم حين سحر حيث أثر السحر على رأسه فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله وكان ذلك قبل العلاج الحقيقي الذي علمه الله إياه وهو استخراج السحر وإبطاله ثم قال ابن القيم إن السحر من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات وذكر أن السحر يتم تأثيره عند السحرة في القلوب الضعيفة والنفوس الشهوانية المعلقة بالسفليات ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية هذا وقد ذكر ابن الحاج في كتابه المدخل أن رجلا صالحا كان يرقي نفسه وأولاده وأصحابه برقية تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهي آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم إلى الآخر وكذلك آية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وكذلك قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة وأيضا سور الإخلاص والمعوذتين إلى جانب دعاء ذكره الزرقان في شرحه على المواهب اللدنية لكن الحكم على هذا الكلام بأنه حديث مقبول يحتاج إلى بحث ولئن كان قد جرد فالعهدة على من جرب وقد تردد على الألسنة أن مريضا قرأ الفاتحة له أحمد بن حنبل فلم يبرأ من مرضه فقال له المريض يا أحمد سمعنا أن عمر رضي الله عنه كان يقرأها فيكون الشفاء فرد عليه أحمد هذه هي الفاتحة ولكن أين عمر فليس كل معالج بالقرآن أو الرقاء يأتي الشفاء على يديه فالقراءة معها دعاء يحتاج إلى قوة إيمان بالله وصلاح وتقوى وإخلاص كما قال الله تعالى في استجابة دعاء أيوب وذنون وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والله أعلم ترجمة نانسي قنقر